اشتركوا في القناة 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 وهدا الى السراط المستقيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اشتركوا في القناة 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 ففي الصلاة فلما كانت اشتركوا في القناة 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 لتاحفظ هذه العاطفة قوتها تاحفظ قوتها الزاتية لتستطيع تعدية وزيفتها لتعدية وزيفتها في ضبط النفس وقبح جماح الشهوات وسورات الغدب وسد التيار الفتنة لذلك كانت العبادات من الضرورات للأجناس البشرية شراها الله في كل دين من الأديان من الأديان السماوية ولكنها مختلفة لأنها دواء والدواء ويختلف بقتلاف المارد تا كنت المعرفة لأن توضيكي Bre ومن الذي يعرف مرضى النفوس غير خالكها غير خالكها ولي عبادات كلها منابع طهر وسمو ونور ظهرت فيها عناصر الفضائل الخلقية والفوائد الاجتماعية أنقزت البشرية من أردانها وقالتها من أثراتها ورسمت لها طريق سعادتها وانااتها والصلاة أول هذه العبادات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة التهور وطحرمها التكبير وطحليلها التسليم وطحليلها التسليم فصلاة لا تقتصر على حركاتها الرياضية من قيام وقعود وركوع وسجود دون أن تنال من نفسي صاحبها أدنى منال فلا يظفر فيها إلا بشقة المادية لأن الخالق أحكم من أن يفرض الصلاة لهذه الحركات الرياضية التي لا روح فيها ولا حياة وليس وراءها هدف سامن ولا غاية النبيل وهل يردى أحكم الحكما أن يردى أن مسل يكون في كل يوم من بتلك الحركات الظاهرية والإيقاء والملك والريا والآثان وهل من يستعين في الله يحقق في صلاته معنى تلك الآية في معنى الآية الكريمة التي هو يقول في كل رقعة إياك نعبد وإياك نستعين وهذه الآية والآية بمثابة من ثاكن بينه وبينا ربه يتعاهد فيه بكسر تقدسه وستعانته يتعاهد فيه بكسر تقدسه وستعانته بمثابة من ثاكن يتعاهد من الآية يتعاهد فيه زوجه سيكون هناك ثانته يتعاهد فيه لذالك يقول تعالى لذينا هم في صلاتهم خاشعون والذينا هم أن الله مرضون والذينا هم للزكاة فاعلون والذينا هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذينا هم لأماناتهم وعادهم رعون والذينا هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ أسفات المؤمنين بالخشوع في الصلاة جديد آدم وفهم وفهم أشعال والذينا هم للطنف والذي بأني Forgive أوم هم loop وسكونه وخشوعه وحرقته فإذا خشع القلب يتبعه خشوع جميع الجوارح والآضاء لأنها تابعة له لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلحات صلحة الجسد كله وإذا فسادات فساد الجسد كله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي القلب وخشوع الصلاة وروحها ولبها هذا وقدر السلف رجول يعبث بيديه في الصلاة يعبث بيديه فقال لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه وفي الحديث الذي رواء النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله مقبلا على العبد في الصلاة وقال وقال ما لم يلتفت فإذا التفت من صرف الله عنه إباد الله إذا خلت الصلاة من الخشو فلا أجر ولا ثواب وقد يسأل السائل أين ورد في القرآن الكريم الصلاة الخمس أو في الحديث أين أمر الله بها والجواب على ذلك هناك نصوص كثيرة في القرآن تدل على ذلك هناك نصوص كثيرة في القرآن الكريم في شتاة السور وهاك حديث شريف ينسو على ذلك هذا الحديث ورد في القرآن الكريم وغيره أخيرون من الذين يقولون بأن السحاح ست أما القدماهم يقولون سنوص كثيرة في القرآن الكريم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم سنوص كثيرة في القرآن الكريم سنوص كثيرة في القرآن الكريم سنوص كثيرة في القرآن الكريم قالوا لا لا يبقى من جرنه شيء قال فذالك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وقال تعالى أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة والله يعلم ما تسنعوه وقال تعالى وقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وسبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ومعنى طرفين نهار والغادات والعشي أي الصبح والظهر والعصر وزلفا من الليل أي المغرب والعشاء والحسنات والحسنة والحسنة الذي يدمسه والحسنت والحسنات خصال إلا الطوب إلا التوبة التوبة الصالحة وأما حقوق العباد فلا يكفرها إلا تأدياتها لأهلها أول عفو عنها أما حقوق العباد ومن لم يذكر الله في الصلاة أسبحت صلاته جسدا بلا روح ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بودا إنني وجهت وجهة للذي فطر السماوات والأرض أنيفا وما أنا من المشركين إن صلاته ونسكه ومحيائه ومماته لله رب العالمين لا شريك له وأنا أول المسلمين إنني والا قوة أينيو بفولون أينيو جوا جسعيلي فولون الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله سيدنا محمد بن عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله ورسول اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك النبي الأممي وعلى آله وصحابه نبينا محمد بن عبد الله 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 اللهم آتي نفوسنا تقوى اللهم فو أمي واني برو اللهم نجيال برو اللهم لاتي نو أمي و اللهم لاتي نفوسنا اللهم لاتضع لنا في مقامنا هذا ذنب اللهم لاتضع لنا في مقامنا هذا ذنب اللهم محمد بن عبد الله نبينا محمد السلام محمد بن عبد الله 어쨌든 الفيين نجيال ن lum lumin من عبد الله rection اللهم نعبد الله لو نعبد الله نبينا محمد بن عبد الله łbym نبينا محمد بن عبد الله كلابك ويرها الزمن كلابك ويرها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة